أول شيئاً هل فعلاً القرار الاقتصادي مهم للدولة؟ أعتقد أن القرار السياسي هو أهم حاجة باللسفة للدولة لأن الدولة، بمهما ذلك من ناحية سياسية إذا كانت تحت الإنفراسطة الأقتصادية وكبيرة وقوية ما سيكون فيها دائماً أو ستنبالتي فبالتالي القرار الاقتصادي مهم لحياة الدولة نجي لكي لمشاركة المرأة أو الرجل أنا دومي دومي أقول ترجمة نانسي نحن حريم ويعيين لأن ننظر لنفسنا أننا نحن نضيف قيمة خلقنا فيها الحياة أن نحن نضيف قيمة وهذه القيمة لازم تكون لها تأثير إيجابي للخير للناس لنا، لنفسنا، لبلادنا والناس الجميع فبالتالي المرأة أو الرجل مهم مشاركة الغلال السياسي لكن هل نهدعك إحنا كأفراد نفرغ موجودنا على الدول ونشارك يعني أضطق الباب على الوزير أقول له تعالى أخذ رأي غصب مستحيل فبالتالي كيف إحنا كأفراد سوى عجال أو سليدات أو حتى شباب حاليا الشباب شفتوا أنك في مصر وغير أغنباً لقادر والربيع العربي ما تقول عنه ربيع ولا مش ربيع لكن كان في غيادة المجانب شباب كان بناء على شب بناء على ومعايير معين فمن ثالي شو المعايير من وجهة نظر يمكن من تجربتي قسيطة نعقلتها لنحين إن في معايير معينة لازم على كل فرد أن يتحلقها أول حاجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان صحيح الإيمان إن نحن في هل نخلقنا لنضيف لنضيف حاجة عمله كلها العمل الصالح صح؟ فالعمل الصالح سواء تجارك لازم نضيف باله فالإيمان الإيمان إن أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا لنبيه لا يوجد حاجة مستحيلة مع الله الله خلق كل حاجة بستهيلة فلا يوجد حاجة لا يوجد حاجة فلا يوجد حاجة فلا يوجد حاجة إيمان لدي إن إن تكون في بالي حاجة أريد أسويها أعتمد إن الله سبحانه وتعالى رح لي يعطينيها إذا كانت نيتي صافية وإذا فيها خير للناس الشيء الثالث لازم يكون في شخصية شخصية قيادية فعلا الشخصية قيادية مش شخصية إيبنت من ولا لا العلم الثقافة الخلق تخلينا الناس لما تقعد معاك أو تقعد معاك تحبك فعلا لأنك أنت قاعد تضيف قاعد تضيف خلق